الديوك من الطيور اللي بيتم اللي استهانة بقدراتها دايما ولانها ما بتقدرش الطير زي النصور فممكن نعتقد احيانا انها مش خطيرة فحلقتنا النهاردة عارض لكم ايه اللي ممكن تعملوا الديوك لو حد عصبها هنشوفها مثلا وهي بتحمل بيوت من الحرامية زي كلاب الحراسة وهنشوف كمان ازاي بيقدروا يحموا باقي الحيوانات اللي معاهم في المزرعة كل دو اكتر هنعرفه في حلقتنا النهاردة لو تبعتوها للنهاية ولكن قبل ما نبدأ ياريت ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وصلوا بينا على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام انا محمد جابر ويلا بينا نبدأ السحلية دي كانت جعانة وحبت تخطف كاتكوت صغير تتغدى بيه الكاتكوت طبعا غلبان ولا يملك القدرة حتى للدفاع عن نفسه ولكن السحلية ما حسبتهاش صح برضو وده لان ام الكاتكوت كانت موجودة ووغدى بالها كويس جدا من ولادها وبمجرد ما قربت السحلية من الكاتكوت وبدأت تهجم عليه هجمت الدجاجة الامة على السحلية وفضلت تضربها بمنقرها وده لغاية ما ماتت السحلية لسوق تقدرها للموقف يعني كانت جاية تتغدى بالكاتكوت وهم دلوقتي اللي هيتغدوا بيها لو سألتك مين ممكن ينتصر لو حصلت مع رقمة بين حصان وديك فاكيد اجابتك المنطقية هتكون بان الحصان هيكسب بدون اي شك ولكن الديك ده اعتقد ممكن يغيرلك وجهة نظرك الديك ده اقتحى من المساحة المخصصة للحصان وبدأ يهجمه وغالبا كان عاوز يحتل المكان ويطرد الحصان بره ارضه والغريب ان الحصان كان خايف منه وبيحاول يهرب من قدامه الحصان كان مرعوب لدرجة انه لما تقابل مع الديك وجها لوجه ويع على الارض من كتر الخوف وحتى ما فكرش يواجهه الحصان طبعا لو عارف حدود قدراته وامكانياته كان قتل الديك من بدري السعلب ده هجم على مزرع الدجاج وقدر يسيطر على دجاجة فيهم الدجاجة حاولت بكل طاقتها تهرب منه ولكن بدون اي جدوة وزي ما انتو شايفين المكان كله تبهدل بالريش بسبب مقاومة الدجاجة ليه من حصن حظ الدجاجة ان الديك خرج لها في اخر لحظة لانقاذها التعلب مقدرش يوقف يواجه الديك الغضبان حتى لو لثانية واحدة وده طبعا لانه عارف ان الديك على حق والحق دايما ضربته قوية الكلب ده كان فاكر ان الدجاجة بتقرب منه عشان تلعب معاه من الواضح ان كان عايش لوحده مهتم باي صداقات جديدة ولكنه تفاجئ ان الدجاجة ما كانتش جاية تلعب ولا حاجة ولكنها كانت جاية تهاجمه بكل غضب وبدون اي سبب وطبعا كان افضل خيار ليه انه يهرب من قدامها فورا الدجاجة من الواضح انها كانت متعصبة جدا ومش شايفة قدامها وكانت ناوية تملاله جسمه كله واصاباته منقرها الديك الرومي معروف بسلوكه العدواني تجاه اي حد بيقرب منه ومن الواضح كده ان الديك ده هو والديك الرومي بينهم عدوة كبيرة تقريبا كده سبب العدوة ليه علاقة بالسيطرة على الارض بمجرد ما الدكين شافوا بعض بدأوا فورا بتبادل الدربات الديك الرومي منقره اقوى بس الديك العادي اخف كتير في الحركة الغريب ان الديكين كانوا بيتخنقوا بكل شراسة كأنهم بينتقموا من بعض يا ترى ايه ممكن تكون نتيجة معركة زي دي من وجهة نظركم قلولي رأيكم تحت في التعليقات تخيل انك ممكن تبقى مربي ديك في بيتك ويغنيك عن اي كلب حراسة عمل التوصيل ده كان بيوصل طرد لاحد المنازل ولكن الديك اللي في البيت افتكروا حد غريب او حرامي جاي يسرقهم وفورا هجم الديك على عمل التوصيل واكبره على التراجع عمل التوصيل حاول الدفاع عن نفسه وكان بيحاول يضرب الديك برجله وما كانش عاوز غير انه يسلم الشحنة اللي معاه ويمشي ولكن الديك من الواضح انه كان غضبان جدا وفضل يهجم عليه بكل قوته وفي النهاية اضطر العامل يرمي الطرده قدام الباب وهرب من هجوم الديك الغشم السقور في المعتاد بتصطاد بانها بتقرب من الارض وتخطف الفرائص والطير بسلام ولكن مش ده اللي بيحصل تماما لو فكروا يقربوا مما كان بيحرصوا الديك السقور ده هجم على عيشة الفراخ وكان عاوز يستطاد دجاجة وفجأة جوزها اديك خرجله وقال له انت تجننت يا ابني عاوز تخطف مراتي وانا موجود اديك زنق السقور في الحائط السلك وفضل ينقر فيه في كل حتة في جسمه وده لغاية ما هرب السقور من قدامه بالعافية وبعد كده رجع للفرخة مراته وزعق لها وقال لها تفضل يخش جوه ما شوفكيش وقفة الواحدك برا العيشة كده تهني السقر ده هجم على مزرعة دجاج وكان فاكر انه هيعرف يخطف دجاجة فيهم ولكنه بمجرد ما نزل على الارض هجم عليه ثلاث ديوك بكل شراسة وفضلوا يضربوه لغاية ما اكبروه يدخل لقودة مقفولة جوه المزرعة وده من سوق حظه طبعا الديوك اتلموا على السقر جوه لقودة وفضلوا يضربوا فيه وكانوا حرفيا قربوا يقتلوه وهو كان كل شوية بيحاول يطير عشان يخرج برا القودة مش عارف اتزنق زنق ما يعلم بيها لربنا وده لغاية ما ربنا قرمه وقدر يهرب بالعافية وجسمه كله مليان اصابات الصار من كتر الاصابات اللي في جسمه ما كانش قادر حتى يطير ومن تعب وخبط في سلك المزرعة وهو طاير وغواع جوه المزرعة من تاني ربنا يتولب رحمته بقى يطرى لسه بتعتقدوا ان الديوك طيور غلبانة وملهاش في المشاكل وهل حصل قبل كده اي موقف بينك وبين الديوك احكولي تحت في التعليقات ويا ريت ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لو اول مرة تشرفونا كان معاكم اخوكم محمد جابر واشوفكم الحلقة الجاية